كثير من الأشخاص للأسف بتعايني من موضوع الجيوب الأنفية وخاصة بفصل الشتاء لأنه بتتراكم الفيروسات وتتراكم البكتيريا بشتكوا من التهابات المجاري التنفسية من أصابات التنفسية للأصابات الهوائية من رئتين وخاصة المدخنين خاصة الناس يلي بتعايني من موضوع الشخير بالليل بكون سببه موضوع المخاط موضوع ضيق التنفس موضوع ربو بإذن الله جيتكم بوصفتين ثلاث وصفات بحد لون الوصفات إن شاء الله حتلاقوا استفادة كتير كبيرة لكن أول شي خلونا نذكر الله ونصلي على رسول الله بالتعليقات ويلي ما بعرفنا أنا اسمي ياسر عيسى مختص بالطب البديل الوصف الأولى اللي بحكي لكم إياها هو الملح الملح بخار الملح منجيب وعاء منحط فيه لتر ماء لتر لترين ماء ما في مشكلة وثلاث ملاعق كبار من الملح منحركهم لمرحلة الغليان ومنوط النار ما منطف النار منوط النار منخليه يظلوا يغلي شوي وبيغطاء منغطي وجهنا مع الوعاء ومنستنشق البخار الصاعد من الماء بهذه الطريقة رح تساعدوا إذا كان في مخاط متراكم بالجيوب الأنفية رح ينزل إذا في بكتريا إذا في فيروسات رح يتم قتلى إذا في الله ما صلى على سيدنا محمد مشاكل بالقصبات الهوائية كمان رح تحل إذا في مشاكل للربو وضيغ تنفس وحساسية كمان رح يتم شفاءه خلال أدة جلسات هاي الوصف الأولى الوصف الثاني هو مغلي الزعتر البري الزعتر البري له خوائص وفوائد عظيمة كثير مغلي الزعتر ملعقة الزعتر على كباية ماء ساخن نغلي الماء منديرها على الزعتر منحرك ومنغطيها لمدة خمس دقائق بعد خمس دقائق منشربها جدا 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 رح تريحكن كثير 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 خاصة الناس يلي بيصيبها الحساسية بوقت متأخر أو كذا بعد خمس دقائق أو عشر دقائق رح تحس بالراحة من مغلي الزعتر الرقم الثلاثة اللي هو القرنفل القرنفل منقوع القرنفل يوميا قبل قبل ما تنام خمس عيدان قرنفل انزع الرأس منها وضعهم بماء كوب ماء وغطيه ثاني يوم الصباح اجعل هذا مشروبك اليومي اجعل القرنفل خاصة الناس اللي بتعاني من الربو اجعلوا هذا المشروب يومي للكل لأنه فيه فائدة كبيرة للأعصاب للربو للأمعاء بعد ما تنقعوا الثاني يوم الصباح بتشيل الحبات القرنفل بترميهم وبتشرب الماء خلال خمس ايام لسبع ايام رح تحس بفرق كثير بالتنفس ممكن اول فترة يصير فيه عندك ضيقة بالتنفس هاي مرحلة التشافي ما تاكل همة ما تقول انه والله صار عندي ضيقة بالتنفس انه خلص هذا يمكن ضرني لا هاي مرحلة التعافي لأنه اي شي بتكون انت مرضان وبرحلة التعافي باخر مرحلة رح تحس بألم او رح تحس بالأوجاع وبعدها اتشاف ان شاء الله شاركوا هاي المعلومات لاحبابكن لاصدقائكم لاقرباكم واللي ممتابعني تابعني ولا تحرمونا من زر اللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة